اشتركوا في القناة بس بتعرفوش ان فيه ناس تانية بتعمل شغل عظيم جدا يحملوا اسم مصر موجودين في محافل دولية كثيرة هبدأ من عند دكتور عادل قرائم المنصق الاعلامي لاتحاد الافريكا الكرد القدم الكاف واحد من الاسماء المعروف في الوصف بتاعنا وهو ما شاء الله يعني في الشطارة مفيش بعد كده دكتور عادل مشرف ومنور شرف بنا خليك كريم انا مبسوط واتشرف جدا بتواجه لا شرف لي ومش عايز اقولك انا بقى لي ثلاث سنين تقريبا ما طلعتش في حاجة بس مقدرش اتأخر عليك يا حبيبي ويعني الحمد لله مبسوط جدا ان انا معيك ومبسوط بك اصلا مبسوط بكل حاجة بتوصل الله يا ربي خليك يا دكتور عادل وايضا دايما بقول عليه انا حتى كده بين زمالي وبين اصدقائنا الصحفيين والاعلاميين هو ميسي التصوير دلوقتي في مصر هو الميسي يعني هو اشتر مصور يمكن رياضي من وجهة نظري يعني في الوقت الحالي كلهم اسادزة وكلهم هايلين بس فريد قطب واحد من الاسماء اللي صورت في كاس العالم وصورت في البطاطة الافريقية وصورت في كل الابنتات الكبيرة صور ميسي وكريستيان وإتو ودروجبا وصداح وصورة شهيرة جدا وهنتكلم عنها يعني بس في المجال يعني لما رحب به فريد قطب مصور وكالة باك بيج بيكس اللي بتتعامل مع الكاف في كل السور اللي حالاتكم بتشوفوها خلال البطاطة الافريقية اللي فاتت فريد مشرف ومنور الحمد لله بخير كله خير الحمد لله إيه الإبداع ده؟ ده أنت حبيبي أنت شغال إبداع ما بتهداش على اللي حواليك حتى ياهو والله بنحاول الحمد لله الحمد لله الحمد لله طيب هجيلك تاني بس أبدأ أول مع دكتور عادل وحنا نتكلم على البطولة وما حدث في البطولة من إنجاز مصري يعني وصلنا للمبرارة النهاية بهذا الأداء وهذه الرجولة كان ليك دور عظيم جدا كان كل مفتح التلفزيون ألاقي عادل بيجري في الملعب مصر في مصر غير مصر أكيد أنت تعرضت لظروف جيدة طبعا خلال هذه البطولة ونجاحات كبيرة وأيضا تعرضت لظروف صعبة ملخص كده لتواجدك خلال هذه البطولة طيب هو أنا كنت موجود كميديا أوفسر وميديا كاوردونيتور أو منصق للأعمال الإعلامية يعني في البطولة كنت مستقر في الدولة بس كنت بلف يعني أنا سفرت 28 مرة تقريبا في البطولة الله الله في 37 يوم كان كل يوم في حتك أه الحمد لله كنت بحاول أن أنا أتابع أغلب المطشاط اللي بتتلعب في كل المدن أنا رحت لست ملعب في الخمس مدن كل ملعب أكتر من مرة يعني فكتت تجربة صعبة يعني قصية شوية إن الواحد فعلا 37 يوم ما فهم شراحة يعني خالص من ساعة ما وصلنا قبل البطولة بسبعة أسبوع تقريبا أو أكتر من أسبوع لغاية بعض البطولة بيوم الحمد لله ما مرتحناش خالص بس الحمد لله يعني كانت برضو خبرة كويسة جدا الحمد لله زي ما أنت قلت الواحد برضو بيحط قدامه إن هو رايح آه هو بيشتغل في الاتحاد بس اسمه مصري صح فعايز إن هو لما الناس تقول إن الرجل ده عمل حاجة عملها والحمد لله بيرفع اسم بلده فيها زي ما أنت قلت حتى يعني الحمد لله رب العالمين إن المنتخب قدر يكمل لغاية الآخر إحنا كان بيبقى عندنا دائما تخوف إن المنتخب لو مش يبادري إن الناس تقول لك لأ خلاص كده بطولة مش في دماغنا لا بالعكس إحنا الحمد لله منتخب كامل لغاية الآخر وإحنا بالنسبة لنا دي حاجة كتفرحنا جدا وتشرفنا جدا ووجودهم كان موجود كان بيرفع رأسنا إحنا كمان لما بدأ قعد نتكلم مع بعض بعيدا عن الشغل بقى لكن كان في نمازج تانية كتير موجودة سواءً عندنا هو ده فريد؟ لا هذا سمول زمين فريد وده صورة محمد صلاح ديف ماتش جيني بيسأوا لما أخد مانوك دماتش كنت بقوله بس إن هو كان صلاح فكرة أنه ياخد الجازة ويمشي فكنت بوجهه إن هو لازم عندك حوارات لازم تعملها وملتازم آه لأ لازم ملتازم تماما يعني طبعا عشان مفهوم الموضوع اللي أعلانات إيئد بنقلها كلها من محمد صلاح في اليوم ده بعد مقلص بيقول لي أنا أول مرة في حياتي عمل أربع حوارات في يوم واحد فقالتو ما هي عنده دلتزامات غزبا عن ننا بشي مزاجدنا بس فكان ده يمكن دورنا إن إحنا بتنسق عمل الإعلام كلها بالنسبة للجزء بتاعنا يعني فزي ما أنت شايف كده دي ده كان في نفس الماتش برضو هو كان الفكرة إن هو كان إدى تي شيرت لحد فكان لازم ياخد بأخذ يعني مش حين فايت لعمل الحوار من غير تي شيرت يعني فكان مستني لما يلبس حاجة يعني مكسب كبير جدا للاتحاد فريد ده الأستاذ فريد في الملعب اللي هو أسمي أحسن ملعب في أفريقيا هو أحكي لك ليه بقى بعد كده طب ليه؟ بص هو طبعا أنت برس نسيت حاجة مهمة جدا أنه طبعا دكتور عادل في طاعة اللي أنت سيت تقوله أنه هو يعني برضو مصور عظم جدا مصور عظم جدا طبعا أنا منسيتش أنا معرفش أنت كده الوقت متعلم من فريد كان بينافسني وكني بنفس بعضينا طبعا وكان بيعلى علي عشان خطها هو محبوب فكان بيلما ناس وكنت عادتاله يعني كان بياخد الكاميرا ويصور ويقطع عليك لأ مرة خطت صورة وقال لك صورة من أعلى أستاذ جابومة أو كان في لمبي وانا هنفس فريد قض فكده بقى طب ليه الملعب اللي كنا جايبين لا يجب التعامل علي أنه يبدو الملعب بص هو أنا أقول لك حاجة دي كانت أول ما أنا أول بتورك يعني صورتها كانت في الجابون 2017 فكان كنت مصور في أستاذ اسمه كامبورت جنتيل فكان الملعب حلو وكان منور فكان ساعتها برضو الأرض الملعب كانت سيئة جدا ماشي بس أنا بالنسبة لي كان مصور الإضاءة كويسة تراموا الإضاءة كويسة؟ أنا أوليش دعوة يعني الملعب بقى بشتمام فجابوهما أول أستاذ روحه في أفريقيا صرح حلو قوي جميل كصرح كيمكانيات مبهر صحيح ومع الإضاءة بقى فأنا كنت بخارج صور حلوة آه فهو ده اللي كان السر بقى فهو طبعا متضايق من اللي بقى أنا مالي أنا مالي أنا وشود طيب دكتور أنا كنت عايز يعني إيه أعمل القصة بتاعة طريقة الأفلام والمسلسلات دلوقتي إن أنا أجيب من آخر حدث وبعد كده روح إيه راجع عايز أرجع معاك شوية بصراحة عشان يفريق معايا إن أنا أقدم النموذج أو النموذج الناس تفهم النموذج اللي قدام ده أنا عشان أعرفك من السنين يعني فعارف الدكتور وعارف الصحفي وعارف المحلل وعارف المنصق الإعلامي إزاي؟ يعني أنا لو دكتور مثلا أنا أروح معايا نيني وأبحاثي ومش أخش أنا الصحافة ولا الإعلام ولا الكلام ده كل حد ما بقيت راجل نموذج مشرف مصري كبير في الكافة إيه اللي حصل؟ القصة دي حصلت إزاي؟ طيب نعرف إنها قصة أكيد هتبقى طويلة وفريد هيقض معنا شوية عشان لا عادي فريد بيحبك وبيحباني عادي خالص طيب طيب هو أنا خريج طب عن شمس في ديسمبر 2000 وبدأت سكتي عادي جدا في الطب يعني كنت في مركز القومي النقل الدم وبعد كده في أحد المستشفات مش عايزوه الأسامي يعني ما كنت ماسك بنك الدم هناك وفضلت ماشي في السكة دي أنا بحب الميديا وبحب الكرة طبعا من ساعة متولدت يعني وبحب الميديا من أيام الكلية وأيام المدرسة حتى كمان كنا بنعمل مجلات وفي الكلية كان عندنا حاجة اسمه ممر الصحافة في كل الطب يعني أي حد في الطب عن شمس عارف إن ده أهم حاجة في الكلية ممر الصحافة فإحنا كنا ضيوف دائمين في ممر الصحافة ده حتى لما اشتغلت في المركز القومي كنا بنعمل مجلات وحاجات كده فالناس كلها عارفة إن أنا بحب الجزئية دي يعني سنة 2008 تامر بدأوا يا حبيبنا طبعا طبعا وتامر صاحبي من زمان جدا طبعا فكان مرة إحنا عطولها عادت منتكلم في الكورة فالقيته بيولك فيه مجلة شوت كانت مع أسوس محمد شابانة وعايزين حد وإن أنا شايفك إن أنت عندك الحتة دي تم تتجرب طبعا ماشي فروحت وقعت مع أسوس شابانة وهو الرجل بصراحة له فضل عليك كبير جدا يعني بدأت في الحتة دي في الكتابة وبعدين بدأنا نخش شوية في فكة زي ما أنت بتقول التحليل كانت بقى برضو عشان أقول أول حد جابني في الحتة دي صديقتنا كلنا ريهام سويلا في إقصاد شباب الرياضة هي أول واحدة جابتني في الحتة دي إن أنا أخش أتكلم في تحليل وماتشاط وكده وبعدين بدأنا بقى الكتابة في كذا حاجة ثم جات لي فرصة إن الاتحاد الأفريقي كانوا عايزين محرر عربي قدمته وبدأت أشتغل في الموقع وبعدين من 2017 برضو صديقنا برضو محمد سابت اللي هو برضو له فضل كبير جدا عليك طيب الزكر دايما أه طبعا سابت طبعا في الفيفا حاليان هو شافني في حتة الميديا أوفيسر دي فابتدى يديني شوية ماتشاط وابتدت روح تكسل أولم الأفريقية في الجابون والحمد الله كملت بقى على كده كنت مكمل في الاتنين كنت ماشي في السكتين سكة الطب وسكة الميديا أو بالضبط لغاية 2019 من 2019 بقى تفرقت شوية حتة الميديا سيبت الطب مؤقتا هاي هسألك على مواقفك في هذه البطولة بس الأول لازم أروح لفريد وأسأله نفس السؤال فكرة التصوير ده في حد ذاته بطبيعة الحال بيبدأ كهوية إمتى بقى احترفت التصوير وهل موضوع الرياضة أو كرات القدم ده كان بيستهويك من الأول أنك تروح تصور ماتشاط كورة والأيما وفيه ناس مصورين تانين بيصوروا حاجات تانية غير الكورة إيه اللي خلاك تاخد الطريق ده بص هو أنا في البداية أنا أصلا مصور صحفي في الأصل من 2011 كنت في موقع مصراوي شغال عادي جدا صحافة 2016 أنا أنا يعني بحب كل أنواع التصوير جدا حتى أنا مثلا يعني واخد مثلا 12 مثلا جهزة في التصوير المناكز الأول وحيد فيديو أصلا يعني فاهمني فأنا بحب بقوله تصوير فأخد 12 جهزة في التصوير بتقولهم كده شوف قالهم كده عادي لا مش قصدي عدها عدها عارف أنت مرور الكرام كده الواحد بياخد جهزة بيوعد يحطها على المجل كده فأنا بأتكلم إن الحاجة الوحيدة بس هنتكلم كمان عن السور دي عرضوها وهنتكلم عنها تفصيلا فبس فأنا في 2016 قلت لما جرب تصوير الرياضة فأخدت بعض دي واستنافت عدسة من صديقي ووح تصور النطش هنا بقى زي ما بيقولوا يعني إيه اتهبلت بالتصوير الرياضة حاسيت لا هنا بقى ده ملعبشي أنا حبيت ده جدا سبت كل حاجة وبدأت أداخر واستثمر وحوش وأنا اللي بيعت بمواتي صيغتها عشان خطأ أجيب كاميرا نفس القصة دي وبيعتها عملت عشان خطأ أجيب عدسات طبعا شخاطر يعني أنا كان عندي حلم أول حلم أصور كاسع علام بس كان لازم أن أنا أصور لأول بطولة القرية 2017 لو لا أستاذ حسان دياب هو يعني هو رئيسي طيب الزكر هذا الرجل العظيم يعني هو رئيسي في العمل هو كل حاجة طيب طبعا حاجة ممكن أول مرة أقولها هو بداني أنا يعني نفسه في الصفر وصفرني فديكت أول بطولة أنا بقى هنا انطلقت بقى حبيت الموضوع قوي فقلت لا يلا حب بقى زود معدات حب أشتغل حب أعمل كاسعالم وهكذا يعني الحمد لله ولوحد صورت في كاسعالم فيه 18 مرضو بتعدي أنت الحاجات المهمة بصورة عادي صورت ميسي وكيسا ونالده عادي يعني فهم صورت كاسعالم هو أنا الحمد لله يعني صورت سبق أسر مباراة في كاسعالم افتتاح واختام وطبعا لازم برضو أذكر طيب الذكر محمد ثابت كان ليه فضل رهيب جدا حاجة زي دي طبعا سعيد جدا أن كل النجوم اللي أنا بشوفهم وكان نفسه صورهم صورتهم الحمد لله الحمد لله زي مين مثلا؟ يعني كل النجوم يعني مثلا ميسي، رونالدو، بوكبا، دروكبا، سوري بوكبا، مبابيك أنا أحفظ لك صورة كثرة ناس ناس لوكاكو، ناس ناس أنا ما كنتش تخيل أن أصورهم وكنت بقى في كده أنا بصور بجد إيه ده؟ وده بفشي ده بجد، والله يعني طبعا الحمد لله يعني لغتنا ربنا كرم وصورت يعني كتير وعدت الأيام وصورت 17 مباراة لفيت على أربعين يوم في القطر تقريبا نمت في القطر إن طبعا المسافات طويلة جدا ده كاس الأمم؟ لا العالم ده كاس الأمم روسيا تقريبا خلال أربعين يوم مثلا نمت مثلا في القطر 20 يوم ريح جاي، بس طبعا حمد تجربة جميلة جدا أحكي للدكتور عادل وأحكي للناس حاجة شفتها بعنايا عشان أنا هطلع أفاصل دهج بس يعني هروح بيها أنا شفت فريد وونامع الأرض في الشارع بيصور كان بالنسبالي حابلني يعني أنت بتعمل إيه؟ هو بيعمل كل حاجة عشان يطلع صورة حلوة ما بيفرقش معي يعني هم مش بس عارف أنت كانوا ورونه في أفلام ومسلسلات الرجل بيبص ناحة تانية ويصوروا اللي هو هي صورة طرعة وخلاص لا ضمير شديد جدا أنا شفته بعيني في الكاميرا وأنه شفته في موريتانيا وشفته في كذا حتة مش طبيعي لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفصل هنتكلم كتير بعد عن مواقف دكتور عادل في كأس الأمم وبالتأكيد الصور العظيمة لفريد قطب في كأس الأمم خليكم يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى طيب دكتور عادل أحكي لي بقى أنت نقي نقي من عندك نقي من جيبك كواليس أحداث أنت راجل كنت مخالط بشكل مباشر للعيبي منتخب مصر مخالط للعيبي منتخبات الأخرى كان فيه أحيانا بعض المباريات اللي بتخلص بشد وجذب كان فيه بعض المباريات اللي بتخلص بهدوء كان فيه بعض اللعيبة اللي بتعترض على تصريحات إعلامية أو صحفية كنت أحيانا أنا شفتك وأنت بتدخل وبتشد كالوس كيروش في الخناء الأولى بتاعت مبارات المنتخب النجيل لم يكن مع إيه المواقف اللي عدت عليك في البطاقة دي وسجلتها عندك وقلت أنا مش أنساها اللي طبعا تقدر تقولها أنا فهم طب في بعض الحاجات طعم هو مواقف كيروش ده ممكن عشان أنا لقيت مصر كلها بتكلمني ما أخدتش بالي طبعا هذا واجهة تلقائي تماما فأنا كنت رايح أقول له أنه هو المفروض أنت عارف في آخر في آخر عشر دقيقة كده في المباراة بيجي لهم أصحاب الحقوق في القنوات بيبلغك أنا محتاج فلان وفلان وفلان للحوارات صحيح فكان مطلوب أنه هو يعمل حوار في اليوم ده فكنت رايح أبلغه أنه هو رايح المفروض وجاي معي يعني عشان نعمل الحوار فوجئت أنه هو سابني وجري على المدرج وبدأ يزعق مع حد فهو كان بيقول له وهو بصراحة محصلش تجاوز منه خالص يعني وكان المشجع ده عمال بيقول له يعني أن انت لأ ويمشي وكده فهو بيقول له تعال نزل درب مكاني هو الرجل فهمه أنه هو بيقول له تعال نزل خانق معي وكان نزله فعلا يعني فأنا كنت عمال بقول له بعد إذنك خليك عندك ترجم له طيب ترجم له أنا ما ترجمه وبيقول لك عادي وخدت الرجل عشان نعمل الحوار فأنا في نغي أن الموضوع سمع كده فوقت أن مصر كلها بتكلمني بعد الموقف ده يعني أنه هو تتصور بالزبط ده يمكن موقف اللي طبعا أكيد بيش حنساها يعني موقف صلاح برضو إنه هو زي ما قلت لك هو ما كانش متخيل إنه هو المفروض يعمل كل الحوارات دي وحتى بعدها يعني وإحنا راحي لمؤتمر الصحفي بعدها بيقول لي أنا أول مرة راحتي عمل أربعة حوارات في ويم واحد يعني فهو بس دي لالتزامات المطلوبة كان بيتضايق؟ لا خمس لا لها بصراحة خلاص ما حصلش طيب أنا كنت وانا جاي النهاردة بفكر أسألك سؤال مهم جدا إنه إحنا ما شفناش مثلا صلاح أو حتى نجوم المنتخبات الأخرى حاولهم جردات كده مثلا بيتلموا عليهم أمور أمنية إحنا شفنا ده أبي كده وكان في بعض الناس اللي تحفظوا على ده إنه يبقى فيه جردات تمام إيه اللي بيحصل في الظروف زي أنت عندك نجوم أفراقيا اللي هو ما نجوم أوروبا نجوم العالم كنت بيتم التعامل معهم إزاي؟ بص هو كان فيه بس مش في الصورة يعني كان فيه مع منتخب مصر كان فيه واحد ومع منتخب السنغال كان فيه اثنين بس يكونوا موجودين في الصورة هو حصل تدخل مرة واحدة بس أعتقد مباراة سنغال وغينية أول ما لمطش خلص فيه ناس كتير أو نطت من مدرج عايزين تتصور مع أسادي ماني فجري على طول بتوع الأمن الاتنين اللي كانوا موجودين وشدوا ودخلوا بيه على القوضة على طول حتى دخلت لهم ساعتها وقلت لهم هو مطلوب لحواره فقالوا لي لا مش هينفع دلوقتي يتطلم أن فيه جمهور في الملعب بعد لما الموضوع هدي طلع ساديو عمل الحراب بتاعته بعدها ما كانش فيه أي مشكلة خلصة دي المرة الوحيدة اللي حصل فيها التدخل الأمني ده هو كان فيه ناس فعلا موجودة خاصة مع النجوم الكبار قوي دول بس مش في الصورة مش ظهرين في الصورة الحمد لله لقد نيكا تمشي بشكل ثالث يعني على فكرة اللعيبة للنجوم اللي الناس تقول عليهم يعني ساديو ما نيه مثلا متوضع بشكل غير طبيعي ما بيقولش لا على أي حاجة يعني أي حد بطلب منه أي حاجة بيعملها بينفزها ده كانت حاجة فعلا بالنسبة لي أنا كنت مستمتعنا بشوفه وبيعمل كده يعني نفس الحاجة مثلا نبي كيتا نفس الحاجة صلاح نفس الحاجة أشرف حكيمي كل النجوم الكبار دولك لما نطلب منهم أنهم يجوا لحوارات أو يعملوا مثلا فيديوز مع الديجيتال أو الكلام ده ما كانش حد بيعترض خالص فكت حاجة كويسة جدا بالعكس أنا شايف أن اللعيبة نفسها كانت أنت عارف الكلام الكتير اللي تقل قبل البطولة والبطولة تتلغي والناس مش عايزة تيجي واللعيبة مش عايزة تيجي أنا مشوفش كده خالص بالعكس تماما اللعبة كانت مبسوطة جدا أنها موجودة مقدرين جدا قيمة بحاجة اسمها كسبهم الأفريقية مبسوطين أن الناس فرحانة بيهم يعني اللعبة كانت بتتبسط لما كرة بتروح مثلا لساديو في المدرق كورو يهيس طيب أنت قلت لي عن الناس كلها العظيمة اللي كانوا في البطولة مين دايقك؟ ما أكيد فيه لعيبة يعني شخصيات مين قال لك لا تماما مش عايزة أعمل حوال لا مش هلتزم بص هو في بعض اللعيبة كانت مش الحوارات لو حارت بصراحة كان محدش كان بيعترد خلص حتى لعيبة مصر أغلوم يعني ترزيجي مثلا في مرة كان دخل القوضة وكان القناة يعني مسرة أنهم عايزينه فدخلت له القوضة وقالت طب أنا خلاص دخلت وقالت لهم مسؤولين وقالت طب خلاص ورح طالع تاني في بعض المسؤولين هما اللي كانوا بي بس مش مش في مصر بصراحة في فرق تاني يعني بيقولك لا كفاية كده لا خلاص بقى مش عايزين حراتك يعني كفاية اللي تعمل النهاردة بس الحقيقة الغالبية العظمة كانت متعاونة جدا يعني كانوا متعاونين طيب تعالي هاتولنا الصور بتاعت فريد يا جماعة هاتولنا الصور والجمال اللي عملوا فريد شوية صور حلوة شوية صور حلوة ايه يعني ايه اللي انت بتفكر فيه وانت بتصور انا بحب التفاصيل عارف انت الكيورتز دي اللي هي اللي ايه اللي دخلني ما هو فيه مصورين كتير بيصور ويطلع خمس تلاف صورة في الماتش ان ايه دايما عندك صورة حلوة انا فاهم انه فيها جزء رزق ايه طبعا رزق اكيد طبعا جزء كبير طبعا ايه انينا شوية اصرار كده لا هو يعني اصرار ايه بقى هو طبعا بلا بقول انا اصرار لا لا بلاش سواء كان باجي الجانجاي دانه طويلة بس يعني ايه حصوله مش فيه العيان فدانه واحد حلاقه زبا رجاله يعني وده مش شكل فريد الاصل بتاع فقدر مهندس فاطل اقول بقى لا اسرار عشان موجدش اسرار انا كبير ايه والله هي هي مش اسرار اه هو انا ببقى بقى امركز قوي كل ماتش بقول يا رب بحاول أقرأ مفاتيح المطش بتكون ايه مين أفضل حل أنا كنت لسي هتكلم على الصورة دي والله العالم كله نقر الصورة دي بالزيط العالم كله فعليا حرفيا كل المواقع والوكالات الأجنبية كل الناس سورة محمد صلاح وهو يواسي أشرف حكيمي بعد مباراة مصر والمغرب دي سورة فريد أطبع جماعة عشان الرجل تبع عارفين الرجل اللي قدامنا ده هو اللي سور الصورة دي لحركة كلكم شارتوها معلش ورده عشان ندي فريد حقه في اللقطة دي أو في اللحظة دي كل المصورين بيجروا يا أم عشان يصوروا الفرحة لعبة مصر يا أم عشان حزن لعبة المغرب اللي يفضل مركز بقى على لقطة زي دي ده واحد عبقرد صح شكراك جامل بص هي الصورة دي هو أول ما الحاكم بيصفر يعني بيكون فيه هرجلة هرجلة من المصورين هلسرق هرجلة من الجمهور هرجلة من اللعيبة لكن أنا مطارجت إيه أنا مطارجت أنه هو أكيد محمد صلاح برضو محمد صلاح لاحظت أنه هو يعني عمال يتنقل فأنا يعني ملكز معه هو هو بيدور على حكيم هو يعني هو بيتنقل حتى برضو أنا كنت عماله أصوره وهو وصور تلزجيه كان برضو بيباسي حد من اللعيب وأنا قبل ما أتحرك من الميكان عشان خاطر أصور فرحة الفرحة أو عنده الجمهور وكده الأول بأخذ حزن وفرحة هاي فكنت ملكز أول مع صلاح طبعاً محمد ربنا أنه هو أجاس الصورة دي في الحمد لله يعني يلا تعال الصورة اللي بعدها الصورة دي الحمد لله أنا أخذها من كدرين مختلفين نفس الصورة هي هي بكدر ورا الجول يعني الكدر ده أنا كنت أثبت كاميرا ورا الجول عشان خاطر بتحكم فيها بريموت بأدية عشان خاطر أقدر أخذ سواءنا أجمعها واحدة 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 عشان ناخد صورة صورة مع الرجل ده ماتش كوديفور ماشي في بقى في شورة زيها نفس الكادر هو بس من ورا الجول نجيبها بس نشوف الصورة اللي بعد ماشي لما تيجي ده طبعاً إنقاذ مهم جداً قبل ما يتطابلش النوي طبعاً ده ده الصورة يعرف بتتكلم يعني طبعاً كتلحظة فارقة يعني حاجة زي دي لو دخلت طبعاً مشكلة دي بقى اللحظة على الحسمة بتاعت مصر وكوديفور وكوديفور الضربة دي طبعاً الضربة دي أنا بس أحكي بس كواليس تحكييلي أنا طبعاً عشان خاطر أنا مصور أوفيشيل فأنا بيبقى بتحقيل أن أنا أتحرك في أماكن معينة فأنا بحب أركز على حاجة يعني أنا كنت متأكد متأكد أو يعني عندي يقين أن أبو جبل هيعمل حاجة يعني عندي يقين فإيه اللحصل؟ اللحصل إن أنا أمتواخد الكدر جنب الملعب الشمال لشان خاطر أكون كاشف أبو جبل كشفه بس ده بي خليني مقدرش أجيب كويس اللي بشوت بس هي بقى إيه؟ يعني شروط رزق صح آه يدية دي فأنا مركز مع دي حشان كده جبت يا صلاح من الزاوية دي لأ أنا لسه لسه فلحصل إيه؟ دي كانت آخر ضربة فأمت بسرعة جاي أصلي خلاص لو جسبنا هيبقى خلاص فلازم أجيب الدربة لإيه؟ قمت جالي بسرعة من المكان ده متحرك درب سبرينت درب سبرينت بمعداتك بحاجة الناس برضو ما تباشي فاهمة أنت ماشي بمعدات آه بحاجات آه في 30 ثانية المفروض برضو ما قداش هنسى والله يعني دكتور عادل كان ويا بجنبي ويعينه علي زي أنا والله يعني يعني علي إيه؟ أنا معاك آه يعني فاكتر من صورة للصدة في دي دي يعني سيكونس كتير للصدة آه طبعا يعني يعني آه طب دي بقى صورة المغرب الصورة اللطيفة يعني لحمد صلاح يعني وهو ولعب المغرب بيجري يعني يعني باين هو بيجري منه يعني بيجري منه آه بيجري منه فاهم؟ آه دي برضو دي بقى اللعب برضو أنا بحمد ربنا أن أنا كنت واقف في مكان المكان ده الزاوية اللي هو اترمى فيها آآ أبو جبل طبعا يعني كانت يعني كانت مهمة الحمد لله ربنا كرامني بيها يعني فا بس الحمد لله الشراء اللي بعدها آآ دي اللي احنا قلنا بتعكد يفور آآ دي بقى أنا آآ خدت خدت أوردر من آآ من مديري إن أنا أطلع أصور آآ 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 يعني متسابي في المدرجات تمام؟ فطبعا ما تشغال فطبعا ربنا كرامي إنه إن أنا صورت لحظة مهمة جدا في البطولة أو يعني في تاريخ متخب مصر في البطولة لو لحظة تبديل آآ أبو جبل يعني محمد صبحي فطبعا لو أنا مش موجود في المكان ده في التوقيت ده اللي هو ربنا يعني حطيني فيه مقدش كتل صورة دي لحظة التبديل وهو متدايق وصبحي نازل وورد صبحي قبل بقى حسن يعني في الفيلم وبرضو يعني كل حاجة يعني واضحة الكاميرون آآ آآ عشنو 21 وعالم منتخب مصر ظاهر وكل حاجة هاي السؤال اللي بعدها آآ دي بقى لحظة المؤتمر الصحفي آآ بعد اختارت الجزائر وخروجهم يعني من البطولة فده كان رد فعله طيب وقفونا السؤال لحد كده وهنكمل السؤال تاني مع فريض بس ناخد حاجة من الدكتور عادل مهمة جدا دكتور عادل ونفرج على البطولة الناس تتحدث عن التنظيم الناس تتحدث عن أمور تنظيمية غير جيدة في الكاميرون المنتخبات تعاني الحكام يعانوا كل حاجة في البطولة كنا نسمع أمور سلبية ورغم كده البطولة كملت وكملت بشكل معقول جدا انت كنت موجود هناك شفت ايه كان في صعوبات كتير جدا طبعا كلنا واجهناها من ساعة ما وصلنا يعني لغاية ما مشينا بصراحة لكن هم مش عايزين برضو ننتقل عن الناس يعني الناس حلوة جملة دي امكانياته بالزبط وخلينا نتكلم بمنتهى الصراحة يعني فكرة ان البطولة تتلعب 24 منتخب لو احنا قلنا لازم تبقى كل حاجة على سنجة عشرة زي ما بنقول يعني مفيش ده مفيش حدا هينازم بطولة تجير مصر بس خلي برضو هالناس تقولك لأ عندنا دول تاني انا بقولك بمنتهى الأمانة والكلام ده احنا اسمعنا هناك من الناس كتير قوي كله كان بيقولك يا جماعة ما تقرنوش اللي مصر عملتوا بقى اي حاجة تانية عشان اللي مصر عملتوا كان حاجة مختلفة تماما عن اللي ممكن يتعمل في اي بلد تانية فالقر وصعب حد يعمل بالزبط فخلينا احنا نحط نفسنا في مكانتنا احنا في مكانة تانية خالص وبيت الدول يعني نديها برضو احترامها عشان امكانياته بالزبط يعني نحترم امكانياته وهم بمنتهى الأمانة يعني عملوا كل اللي يقدروا عليه ما اثروش في حاجة ممكن الامكانيات ما تسمحش بكتر من كده بس هما ده ده اللي يقدروا عليه واعتقد يعني بصراحة فعلا يعني اغلب المنتخبات كانت مقدرة ده وما كانش فيه يعني الشكوى كانت خافتها يعني عارف انت اه بتزبط وجهة نظر لكن هو محترم ان البلد دي عندها الظروف دي قدرت انها توصل بالبطولة لغاية النهاية بشكل الى حد كبير جيد اعتقد ان يعني اتمنى ان احنا ان شاء الله نقدر البطولة بتاعتنا لان البطولة مهمة جدا مهمة جدا لكل القرمة ومهمة جدا لكل الدول اه تعبنا وعارفين ان كان فيه شوية صعوبات كتير وجهناها خاصة كمان الناس اللي كانت بتنظيم يعني احنا شفنا اكتر بكتير من اللي الناس اتكلمت عليه والناس شافته احنا تعبنا جدا يعني بس بس في الاخر كان الهدف بتاعنا البطولة تكمل وتوصل بشكل كويس للناس يعني وده اللي هيفضل يعني اعتقد ان انت لما تيجي بعد كده هتتكلم على مطش مصر والسنغال هتتكلم على ابو جبل هتتكلم على صلاح هتتكلم محدش بقى هيتكلم على الصعوبات دي لان دي احنا من ساعات ما عسميا عن كاس الأم والصعوبات دي موجودة مزبوط وهتفضل موجودة ولان هي احنا ظروفنا كده لكن احنا برضو بنحترم جدا نقارة بتاعتنا ونحترم جدا البطولة بتاعتنا وهنفضل يعني معتزين بيها جدا ولو شفت كمان التغطية الاعلامية اللي جاية من كل دول العالم واهتمامهم بالبطولة وفرحتهم بالبطولة انها تلعبت صح فانا شاف ان هو ده الاهم يعني في الاخر هيبقى الصورة الحلوة اللي طلعت هو ده الاهم صح نكمل الصور ايه رايحك؟ انا اقطع رايحك شوية عشان نطلقش تخشع الصور كلها ونكمل الصورة هطلنا الصورة يا جماعة بتاعت فريد قد نستمتع بيها شوية اه دي صورة انا كنت اه دي فلمبي دي اه دي فلمبي بس اه دي بقى على طول عشان اللي حاخد شوية الوقت دول معاك يلا سريعا الصورة دي كان فمطش من دفتورة مش فاكرة اه اعتقد المالي ومالي وتونس او مالي وجنبيا اه 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 فانا كنت كنت اه اعتقد الناس من فوق انا اعتقد هوا فكرة لنبي جميلة قوي كنظرة طبيعية وحاجة هلو قوي فانا يعني اعتقد كده نظر على قدي فبص كده بعيد يعني ناس ماشية صح ببص في الكاميرا ومنظر حلو قوي صح ناخد اللي بعد اه دول بقى جماهير ويعني طبعا الوان هم هم مفرحين جدا طبعا نشوف الصورة اللي بعدها برضو نفس القصر اه مالي اه في كم صورة تانية شنال حاق دي اه بوركينة يلا بيه ده موركينة اه ده التجابومة اعظم استاد في افريقيا اللي عندي كدوطرة عادلاء مالي اه اه دي يعني صورة الصورة اللطيفة بقى اللي بتعطي الكورة هاتوا اللي بعضوه يا جماه اللي بعضو على طول لحد ما هو يختار الصورة اللي يتكلم عنها كل دي صور صور جماهير اه صورة دي انا حبيتها قوي اه علي معلومة اه يعني الحكم الحكم المصري اه اه محمود البنة اه 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 انا حسيت انه هو بيقوله بتعطي بالله بتعطي بالله اه 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 شوف اللي بعدها اه 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 طبعا بعد خسارة الجزائر فيعني اه اب يعني بيواسي ابنه الصورة اللي بعدها دي بقى صور من تدريب منتخب اه مش هاكر اه ده بقى دي بقى صورة صورة يعني ده طبعا انا كنت شايف ان ان منتخب تونيس كان اكتر منتخب كان ملازم الفقر يعني سوق حظ رهيب فانا قاعدت في الملعب بصور لاتلك بوما داخله الملعب في الملعب يعني في الملعب بصورته يعني ايه حظهم ده 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 ملتش الجزائر الصور كده ده بقى ده بقى ساعة مصر والكاميرون ده استاد جابوما عدم استنس افريقيا الصورة اللي بعدها برضو برضو جماهير انا بس صورة الطائر ده انا عاوز اتكلم عنها انا حسيت انا صراحة طائر ده مش عارف هو ايه بس انا حسيت ان النصر المصري يعني حلق فوق ده كان ساعة مصر والكاميرون اه ده ده يعني صورة دي اه اللي هو حلق يعني فوق الستان فرين انت شرفته انا بقى انت مسور رائع بصراح انا بكلمك من القلب يعني انت بجد حاجة تشرف يعني اللي يعرفك اللي ما عرفكش ما عرفوش قد انت انسان موهوب يعني ربنا يا رب تبقى موهوب كده طول الوقت ودائما بتشرفنا في كل حد دكتور عادل كالعادة شهدت فيك مجروحة بصراحة يا ربنا مهزب رائع ماشاء الله كل المهرات الممكنة وكمان دلوقتي بقيت ممثل لمصر في الكاف حاجة تشرفنا في الوقت مصورة عشان خاطر فريش عشان خاطر فريش شرف ربنا شكرا جزيلا دي كانت نهاية حلقتنا للأسف اللي خلصت زي الساروخ النهاردة بسرعة جدا مع ضيوف العزاء عدل كريم وفريد قطب ان شاء الله بكرة اشوفكم يا رب اشتركوا في القناة